موسيقى الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على ختام النبيين والمرسلين محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبدأ هذه الحلقة بحول الله وقوته وحده لا شريك له تكلمنا في الحلقات السابقة وقلنا أن كل المؤشرات تبين أننا في مقربة من أحداث النهاية لم يتبقى إلا أحداث وعلامات قليلة لظهور المهدي وبدء الملاحم والتمكين لهذه الأمة نحن عايزين في هذه الحلقة نحاول أن نتكلم عن الأحداث القادمة المتوقع أن تكون قريبة والعلم عند الله دائما نقول العلم عند الله وأن هذه مجرد اجتهادات ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الصواب وأن يرزقنا الإخلاص في هذه الكلمات الأحداث المتوقعة المتوقع حدوثها موت خليفة وإحنا لما بنتكلم عن موت خليفة دائما يجي في ذهننا موت الملك سلمان باعتبار أن مصرح الأحداث كله ويحصل في مكة وأن هذه هي أرض ظهور المهدي ولذلك موت الملك سلمان إن صحة وتم إسقاط الحديث على الملك سلمان هو بداية لحدوث الإضطرابات التي تمهد لظهور المهدي يتبع موت الملك أو موت خليفة واقتتال ثلاثة أمراء واقتتال ثلاثة أمراء على كنز الكعبة كلهم أبناء خليفة ورجحنا إن يكون الاقتتال على كنز الكعبة إن كنز الكعبة هو الكعبة في ذاتها لما تجذب وتجلب من أعداد كبيرة من الحجاج والمعتمرين وده بيدخل دخل كبير على المملكة السعودية فهيكون الاقتتال على كنز الكعبة من ثلاثة أمراء كلهم أبناء خليفة والأحداث التي لا تخفى على الجميع كيف نكل محمد بن سلمان بأبناء عمومته ووضعهم في السجون وانفرض بالحكم وهو فعليا هو من يحكم البلاد وينتظر موت أبيه لكي يعلن أنه الخليفة أو أنه خادم الحرمين الجديد وكلمة خادم الحرمين دي في الحقيقة برضو كلمة برضو يعني عايزة حلقة لوحدها لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم المفسد من المصلح وحده سبحانه وتعالى ودايما يعني بيجي في ذهننا طيب مين هم عرفنا محمد بن سلمان مين أبناء العمومة اللي ممكن ينطبق عليهم الحديث اللي هم ثلاثة كلهم أبناء خليفة ممكن يكون محمد بن نايف ممكن يكون يعني متعب ممكن يكون أحمد ابن عبد العزيز وإحنا شايفين إن هؤلاء وقع بينهم بن محمد بن سلمان يعني خناءة كبيرة زي ما بنقول كده بالإيه باللغة المصرية الحدث اللي احنا متوقعينه وهو بدأ يحصل اللي هو عمار بيت المقدس خراب يسرب وخراب يسرب خروج الملحمة وخروج الملحمة هي ظهور الدجال الأول حلقة ودي من أهم طبعا الأحداث المتوقع حدوثها إن فعلا بدأ يحصل موضوع عمار بيت المقدس وإحنا قلنا قبل كده في حلقات سابقة إن عمار بيت المقدس هيكون بإيه هيكون بالصحوة الإيمانية اللي احنا بدأنا إن احنا نشوفها وصد العدوان على اليهود المعتدين وده اللي بدأ في رمضان الماضي لما بدأت الحرب على فلسطين وبالتحديد على غزة ورأينا أول مرة في تاريخ الحروب يمكن ما بين اليهود والفلسطينيين ردت فعل قوية جدا واقتربت موازين القوى إن هي إيه تتساوى ما بين اليهود وما بين الفلسطينيين وده اسمه عمار بيت المقدس ومن انساش حديث الرسول عليه الصلاة والسلام اللي بيقول لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق فأحد الصحابة سألوا من هم يا رسول الله وأين هم يا رسول الله قال له في أكناف بيت المقدس في بيت المقدس وفي أكناف بيت المقدس حوالين بيت المقدس فده عمار بيت المقدس وإما تلاقي عمار بيت المقدس على طول يتبعه خراب يثرب خراب يثرب يثرب اللي هي المدينة المنورة مدينة الرسول صلى الله عليه وآله ولاحظ أن الرسول قال خراب يسرب ما قالش خراب المدينة وده يبين لنا ما يحدث في هذه الأيام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحلوها ويخش مكانها هيئة الترفيه وتقام الحفلات على مقربة من مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فده هو الخراب بعينه هو ده الخراب ما فيش خراب أكتر من كده إن هيئة الأمر بالمعروف تحل ويحل محلها هيئة الترفيه اللي هي كل وظيفتها نشر الفسق والفساد والمجون في مقربة من مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم وده خراب يسرب يبقى خراب يسرب بدأ وبدان بدأ خراب يسرب يبقى ننتظر ما بين عشية وضحاها خروج أو ظهور المهدي عليه السلام وطبعا ما نجي نتكلم عن الخراب بتاع يسرب لا ننسى كيف فعلوا في الحج ومع الحجاج وكيف منع الحج تحت سطارة كبيرة اللي هي فيروس كورونا وتعنته في إدخال الحجاج والموضوع يعني لا يخفى على الجميع إن منع الحج بفعل فاعل في حين إن الحفلات بتقام بحضور الآلاف لكن الحج الظاهر إن هو بينتشر في فيروس كورونا والفيروس ده بالمزاج دلوقتي يعني هذا الفيروس بينتشر بمزاجهم وبيحجم في أماكن أخرى بمزاجهم كأنه هم اللي بيتحكموا فيه طبعا دي مؤامرة كبرى موضوع فيروس كورونا أيضا من الأحداث اللي احنا متوقعين إن هي في أي وقت نراها ظهور الرايات السود من قبل المشرق أو من خرسان فالرايات السود اللي من قبل المشرق اللي أخبر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم رأينا في الفترة الماضية كيف طفقت وظهرت من جديد حركة طالبان وبدأ الناس يقولوا هل طالبان هم أصحاب الرايات السود ولا لا وأنا عن نفسي قلت كلام وقلت كلام واضح في هذا الموضوع لا نستطيع أن نحكم الآن هل طالبان هم أصحاب الرايات السود أم لا قلنا إن لسه بدري عشان نحكم لسه عايزين نشوف فكرهم وعايزين نشوف هيعملوا إيه والموضوع سابق لأوانه إن إحنا نحكم هل طالبان هم أصحاب الرايات السود ولكن هي علامة يعني تبدو بدت في الأفق من بعيد ظهور الرايات السود من قبل المشرق وإحنا عارفين إن ظهور الرايات السود علامة واضحة جدا وقريبة تقرب بشدة ظهور المهدي فهل هذه العلامة حدثت أو حتى على الأقل بدأنا أن إحنا نرى إرهاصات هذه العلامة مقدمات هذه العلامة طبعا إحنا عارفين إن الرايات السود هتمهد بشكل أو بآخر لظهور المهدي أو للتمكين للمهدي والرسول صلى الله عليه وسلم أخبر وقال أنها رايات خير ولذلك موضوع ظهور المهدي برضو حاجة عايز أقولها في النهاية الناس اللي هي قاعدة بتنكر فكرة ظهور المهدي وتقول لسه بدري على الموضوع دوت لا العلامات اللي إحنا بناراها بتبين أن الأمر قد اقترب الخطأ إن حد يقول إن المهدي هيظهر سنة كذا أو في شهر كذا أو في يوم كذا لإن ده غيب ولا يعلمه إلا الله أما مجرد إن إحنا نقول إن اقترب ظهور المهدي فلا بأس ولا حرج تماما في ذلك إحنا مش عايزين نخلي الناس نيمة ونفضل ننيم في الناس ونقول لهم لسه بدري وإن الموضوع ده بيتم متعمد إن هما عايزين يغفلوا الناس الناس تبقى في حالة من الغفلة وإن الناس تبقى يعني على فجأة يظهر المهدي يضربوا لخمة زي ما بنقول كده بالمصر يضرب لخمة يعني إيه يعني ما يبقوش مستعدين يتركوا موضوع الاستعداد وكل واحد يبقى رد فعله وتلقائي والمشكلة إنه يكون رد الفعل تلقائي لإن ما تعرفش منسوب الإيمان حين ذاك هيبقى شكله إيه والرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أنها فتن ققطع الليلة المظلم يصبح الرجل مؤمن ويمسي كافر يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل فطبعا الهدف كل الهدف اللي نحن نقول للناس لسه بدري عشان الناس تبقى في غفلة والحقيقة إن الموضوع قد اقترب واقترب بشدة والأيام بيننا الناس اللي هي اللي قعدة بتنكر نقول لهم إن الأيام بيننا ونشوف ساعتها إيه اللي هيحصل فيعني ديت كانت محاولة إن إحنا يعني نشوف الأحداث اللي ممكن في القريب إن هي تحصل وكل شيء يحتمل الصواب والخطأ وأرجو من الله سبحانه وتعالى أن أكون قد وفقت في عرض هذه الأحداث ولا تنسونا من الدعاء ومن صالح الدعاء بارك الله فيكم وجزاكم لو خيرا ونراكم بإذن الله غدا في حلقة جديدة سلام الله عليكم ورحمته وبركاته